كما تفقد وكيل أول حضر موت عمرو بن حبريش الأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل مكاتب ديوان المحافظة بمدينة الموكلة واستمع الوكيل من المدير العام للديوان ومدير عام الأشغال بديوان المحافظة إلى شرح عما تم إنقاذه من أعمال شملت ترميم عدد من المكاتب والوحدات الإدارية بمواصفات فنية ومراعاة التصميم المعماري للمبنى القديم لديوان المحافظة بالإضافة إلى تجهيز وتشجير حديقته العامة بتمويل من السلطة المحلية